احكي لنا كيف زرعتها وهل هي طول السنة موجودة؟ نعم هلا الميرامية زي ما تحضلتي يا عشب خلينا نقول نباتات من اللي منقولها الطبية والعشبية الميرامية نبتة سهلة جدا هلا في البعض بعتلي انه انواع يعني بتحسي انها انواع لكن احنا عشان ناخد ميرامية بطعم منيح بغض النظر عن نوعها ما بنا نعطيها مي كتير اه بالله يعني هلا اهلينا دائما بقولوا اللي بتاخد مي كتير بروح طعمها مزبوط يعني بتحسي انه المية بتضيع الطعم الحاد اللي بدنا اياه في الميرامية فعشان هيك ما بدنا نسق كتير انا اصلا ضد سقايا كتير لأي نبتة لا تقول شي انتي ما بتحب سقايا بس زعتر ميرامية حصلبان لفندر هاي الاشياء ما بتحب المي الكتير فعشان هيك بنقول اهم شرط واول شرط ما نكثر عليها مي عشان تضل تعطينا الطعم الزاكي هلا الميرامية انواع روان بس يعني هلا البلدية خلينا نقول او اللي هي فيها الطعم القوي عادة بتكون ارفع الحبة سوري الورقة بتكون رفيعة وبيكون فعلا انتي حاسة انه هي طعمها كتير قوي صح مع عكحة عرفتي الميرامية اذا بدنا نزرعها بقوار بسير بدنا نزرعها بالارض بسير هلا انا جبت هذا القوار القوار هاد انا حطيت فيه لاحظي نصه بيتموس يعني انا بالذات اليوم جبت البيتموس لحتى نحكي ممكن اكتر واوضح بصورة اوضح عنه احنا دايما بنقول انا راح اعمل شغلة هلا معلش تربتنا شوي هاي الترابة او الطينة التربة الطينية تربتنا تربتنا شوفي كيف مع الماء بتصير تمسك في بعض صح فاحنا عشان نعمل تهوية يعني انا هلا بدي امسك هاي هاي ترابة هاي مستحقت فيها تهوية بالزبط هاي ما فيها تهوية تربتنا طينية فاحنا اذا بدنا نضل نسقي او حتى لما بدنا نزرع يفضل نخلط بالبيتموس بيتموس تربة جاهزة موجودة بالمحلات الزراعية عرفتي هلا هاي لما نخلط احنا ترابة مع البيتموس نسمح بالتهوية فلما بدي ازرع بالقوار او حتى بالتراب بقدر اضيفها الشتة بقدر اضيف السماد العضوي عشان تضلها النبتة تصرف يعني اضل فيه تهوية وفيه المية ما تتجمع حولينا الجذور عرفتي لانه اذا بدنا نحكي عن مشاكل اللي بتصير بالميرامية الميرامية ممكن يصيبها يعني عادي ممكن يصيبها الحشري لكن اكتر اللي بيصيبها الفطري الفطري اللي هو البياد الدقيقي بصير عليها زي الطبع البيضة طبع بيضة لانه صار اختناق يعني صار مية كتير عليها اسفة اختناق في الجذور فعل طول بتصير ردة فعل هاي نقطة النقطة التانية اللي بصير بالميرامية معرفش اذا راح نقدر نطلع صورة ولا لا بس مرات شو اللي بصير بتيجي على شتلة الميرامية اه بتيجي على شتلة الميرامية بتلاقيها ورقها كله شوفي هاي هاي شتلة مزروعة بالارض هلا هاي اخدت مية كتيرة صار عليها سترس شتلة تعبانة في ضغط عليها الضغط انها هي شربت مية كتير وعفكرة هاي بوا احد المواقع عندي وكان محبس المي فاتح تقريبا يوم كامل يا حرام شربت مية كتير مع انه احنا بالشتاء وهاي الامراض الفطرية ما بتصير كتير لكن برضو لانها اخدت مية كتير شوفي الوراء راح خلص نشف فهاي كمان لازم كلنا نعرف انه هاي نتيجة اختناق الجذور عشان المية زايدة هلا في هيك حالة اذا كان فيها الشتلة حيان بدي اقصها فوق الارض انكش تربتها حاول اضيف شوية بيتمس عشان اعمل تهوية بالتربة وانشفها كمان وانشفها اذا قوار بيكون اسهل اذا قوار بيغير التربة بس بقيمة الشتلة بحطة بطرابة فاحنا عشان هيك بنقول انه نحضر من المية الزايدة بالميرامية كترة المية احيانا بصير كمان اذا في رطوبة عالية بصير في البياض الدقيقي ايوه حشري ممكن يسيبها عناكب ممكن يسيبها انتي سألتي اول الفقرة انه اذا بتضل طول السنة بتضل الميرامية يعني مش كتير بتتأسق ما بتموت من البرد لكن احنا كمان اذا بدنا اياها تضل وفرش ويضل عليها وراء ممكن نغطيها بالمادة اللي حكينا عنها قبل هيك هلأ في نقطة كتير مهمة بالنباتات بس بدي مقص عندك مقص؟ مقص اه طبعا طبعا بس بدي احكي شغلة كتير مهمة لما بدنا نقص الميرامية اه قوليلي الميرامية الزعتر الحصلبان اه وبالاكتر الميرامية والزعتر لانه احنا بنستعملهم كورا فيه ناس عندهم عقدة من القص يعني بيخافوا يقصوا هلأ انا مثلا عندي هاي الميرامية خلينا نتخيل انها حجم اكبر ما تخافوا من القص يعني انا بدي وراء كتير بقصها بدي اشيله اه وعادي ان خلي هيك اه عادي هلأ اذا انا ضليت اخاف من القص وصارت تكبر وعلى انا يعني لا بديش اقص الله الله واسم الله مش شو اللي بصير بتعجز بسرعة عرفتي ليه لانه بتصير تكبر من تحت ما في الشمس مش واصلة الهوى مش واصل فبالتالي بتصير النبتة تكبر من تحت وما في عليها ورق كتير يعني هاي الصحة الها انك تضلي تقص السفيدة ايو ليه كمان بتضلها غضة طب بعد قدي بيطلع الورق تاني هلأ حسب الجو هلأ بالشتاء بيطلع طبعا متأخر لانه برد متأخر يعني بالصيف بتضلها تعطيك يعني يعني بقدرش تعطيك لانه حسب الموقع أسبوعين ثلاثة بتبليش تعطي الورق الجديد بالصيف لا بتحسي انه طالما فيه عناية وكمان دك تدعميها بسماد اذا انتي مستعجل اذا مستعجل لبتها سماد اه بس مالش ما هي الميرامية انا شو ما اخد منها خضار عم بنشفه وبستفيد منه فلأ خليني دايما اقص عشان تضلها غضة ما تصير خشب هلأ نباتنا بتصير كتير مخشبة من تحت لانه انا بتركها تنمو وما باقصها باستمرار اه فعشان تضل طرية وتعطيني كمان النموات الخضرة اللي بقلولها بالعامية اللي بليب او الطرية بدي اضل اقصها يعني الزعتر اذا تركته الزعتر مثلا غلط يعني وبنحكي عنه كمان بالتفصيل غلط اخليه زهر اذا زهر الزعتر معناته خشب فانا على طول باقصه خلقت هاي النباتات عشان تضلها تنقص طب والريحان والريحان نفس الشيء يعني كل شيء من استعمله لازم نضلم قصه يعني الافضل تضلك تقصيه لا تخليه يكبر كتير وصير حجم بعدين تصيري تاخدي منه يكون من تحت خشب صار هلأ بعد عمر اكيد رح تصير فيه خشب لكن انا عشان زي ما بقولوا يعني اجدد من عمرها وخليها دايما فرش وغضة خليني اضل اقص طح يحميه بني طعب نتشكرك كتير امولة دايما وجودك بضيف لنا هيك معلومات حلوة اكيد طلتك كمان مع الأشي الحملة تجي بيها شكرا اليك وبتمنى لك نهاية أسبوع دافئة انو قربنا على نهاية الأسبوع الله يجيب الخير شكرا